لليوم التالي على التوالي من تكثيف الشرطة حملة القمع ضد المتظاهرين في ميانمار وفيما يوصف بأكثر الأيام دموية منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب الأول من فبراير أطلقت شرطة ميانمار النار على المتظاهرين وتسببت بمقتل وجرح عدداً منهم كما اعتقلت الشرطة مئات المحتجين منذ أسابيع وسط تقارير عن استخدام العنف معهم لثنيهم عن الخروج في الاحتجاجات وفيما تسعى السلطات العسكرية لوقف التحركات المناهضة لها دعا سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة المنظمة للمساعدة في إنهاء الانقلاب العسكري وإبعاد الجيش عن السلطة موقف السفير الذي لم يرق لحكام البلد العسكريين تسبب في قرار إقالته من منصبه غير أن السفير أعلن أنه ليهتم للقرار وسيستمر بمقاومة المجلس العسكري بكل ما يمتلك منصبه من جانبه أكد مسؤول في الأمم المتحدة أن قرار سلطة العسكرية في ميانمار بإقالة سفيرها لدى المنظمة لن يغير شيئا لأن الأمم المتحدة لم تعترف رسميا بالمجلس العسكري كحاكما للبلاد وهو ما يعني استمرار السفير بمنصبه وتعيش البلاد حالة من الفوضى عقب السلاء الجيش على السلطة واعتقال رئيسة الحكومة أونكسان سوتشي وكثيرا من القيادين في حزبها